سرح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها حمز ابنها المريض بمعهد الأورام أضاف الرفاعي أن المنظومة تتابع حالة الطفل مع مسؤولي المعهد أولا بأول لتقديم كل الخدمة الطبية المطلوبة وذلك بعد رصد مقطع المصور متداول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعدد من المواقع الأخرى تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس يعاني ابنها البالغ من العمر عاما واحدا من ورم